قال المستشار الألماني أولاف شولتس أن على جميع العمل على تسريع وطيرة العمل المشترك قبل مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ كوب 27 وأكد شولتس خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على الاتفاق داخل الاتحاد الأوروبي على مسار واضح لإنجاح مؤتمر المناخ المقبل بمصر العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا تشهد في هذه السنة اليوبيل رقم أو الاحتفال بالسنة الرقم 70 لتأسيس العلاقات المصرية الألمانية إن علاقاتنا قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل والمشترك من بين الأمثلة المدرسة الألمانية في مصر والعديد من المناخ الدراسية وطلاب المدرسين الذين دروسونا بالجامعات الألمانية هذا يضاف إلى ذلك عدد الشركات المؤسسات الألمانية التي تعمل في مصر مما يعكس مؤشراً قوياً على ثقة الاقتصاد الألماني بالاقتصاد المصري ومن ثم فإنني أريد أن نبدأ حواراً مجتمعياً عالمياً بشكل مسألات المناخ من أجل توصيح ومن أجل تحسين الأوضاع وتلبيتها وسادني كثيراً مسألة التعاون المشترك بين مصر وألمانيا